السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 معلومة مهمة لازم تكون عرفة عن الوضوء وأولها كثرة الوضوء تكسبك محبة الله عز وجل ودى مصداقا لقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين مع كل وضوء ربنا يغفر لك ذنوبك تتساقط مع قدرات الماء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قدرات الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قدرات الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع قدرات الماء حتى يخرج ناقيا من الذنوب أما عن حكم الوضوف هو واجب على المحدث في ثلاث موابع أولا الصلاة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوبع ثانيا الضواف بالبيت الحرام فرضا كان عونفلا ثالثا مس المصحف بشرته دون حائل يعني ما يفعش تمسك المصحف في إيدك إلا لما تكون متغضي أما عن أركان الوضوء فرائده في ستة أولا غسل الوجه يومونه المضمضة والاستنشاق لأن الفم العنف من الوجه ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين ثالثا مسح الرأس كله مع الأذنين ومسح الأذنين اختلف فيه أهل العلم منهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من قال بأنه سنة رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين خامسا الترتيب سادسا الموالى بينها أي متابعة غسل الأعضاء بدون فاصل زمن طويل بينها أما التسمية فقال الجمهور بأنها سنة وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية لو تذكرتها وسقوطها عند الجهل والنسيان أما عن سنة الوضوء فهي ثمانية ثانيا السواك ثالثا غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء رابعا المبالغة في المضمضة والاستنشاغ لغير الصائم خامسا الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها سالسا تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاث مرات لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثامنا الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضف يصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء أما عن نواقد الوضوء فهي ست أولا الخارج من السبيلين ثانيا خروج النجاسة من باقي البدن كالدم والقيء إن كان كثيرا فالأولى أن يتوضع عملا بالأحوط وإن كان يسيرا فلا يتوضع منه بالاتفاق ثالثا زوال العقل أو تغيضه بإغماء أو نوم رابعا مس فرج الآدمي خامسا أكل لحم الإبل سادسا الرد عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فغض حبض عمله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت أما ما يستحب له الوضوء فهو خمس أولا عند ذكر الله أو قراءة القرآن والمقصود هنا قراءة القرآن دون مس المصحف أو من حفظ الإنسان فيستحب له الوضوء ثانيا عند كل صلاة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن حتى لو أنت محافظ على وضوءك من الصلاة السابقة توضأ من جديد اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثا يستحب الوضوء للجنوب إذا أراد أن يعود للجماعة أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب رابع عن الوضوء قبل الغسل خامسا عند النوم هذه كانت بعض المعلومات عن الوضوء وهناك مقضع آخر بإذن الله عن بعض الأخضاء المنتشرة في الوضوء ولو لديك أي معلومة أو سؤال اكتبه في التعليقات وسيتم ذكره في المقضع القادم إن شاء الله وفي نهاية شارك هذا المقضع مع غيرك فداله على الخير كفايلة شير في الخير وعلم الغير ولا تنسى تعمل لايك للمقضع متابعنا الصفحة على فيسبوك واشتراك في القناة على يوتيوب في رعاية الله السلام عليكم